اشتركوا في القناة اتريدين ان تجذبي انظار الرجال اما علمتي انك لست لكل الرجال انت لرجل واحد هو زوجك وان لم تكوني زوجة فانت في مرحلة الاستعداد للسواج قال مستشدق لرجل مسلم لماذا تلبس نساؤكم الفجاب قال لان نساءنا لا يرغبن ان ينجبن من غير ازواجهم فهمتي اسمعي ماذا تقول الاحصائيات نعم بارك الله فيك اسمعي ماذا تقول الاحصائيات عن عدد الاطفال اللقطة يعني اولاد الزنا والسفاح الذين عثر عليهم في المزابلي وفي الصناديق امام المساجد في العام الماضي 1423 عدد الاطفال اللقطة في المنطقة الشرقية فقط وعلى مدى عام كامل اثنان وثلاثون طفلاً اما في عامنا الحالي اسألك بالله العظيم اما تردد هذا الحديث على مسامعك مرات ومرات لكن هل فهمتي معناه وهل عملت على ان تنجي من الوعد والوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسممة البغت المائلة لا يدخن الجنة ولا يجدن ريحها اسمع بارك الله فيك لا يدخن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم وفي رواية إِلْعَنُوْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتِ أسمع فيه هل استشعر في عظيم الأمر والخطر لا يدخن الجنة ولا حتى يجدن ريحها وعيد تهتز لهوله الأبدان ثم في قوله إِلْعَنُوْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتِ والله إنها لدعوة تخشاها العقول قبل القلوب هذا عن الوعيد فكيف أنت بمنتوع إذن به كاسيات عاريات أما رأيتيهن في الأسواق والمجمعات لبسنا عباءات على آخر الصرعات والموديلات علقنا العباءات على الأكتاف فبدت الصدور بارزة والجسوم مخصرة وغطاء وجه يشكو إلى الله استغناء صاحبته عنه ما درت أن الحجاب والعباءة ليس للزينة إنما لستر الزينة وإخفائها أسألك بالله أهذه العباءات الفاضحة تليق بحفيدات عائشة وفاطمة إذا خطبت قالت أنا بالنفس وافقة حريتي دون الهوى سد قلت أنا ضداني يا أختاه مجتمعا دين الهوى والفسق والصد والله ما أذر بأمتنا إلا ازدواج ما له حد